لا يكون الاتجاه إجباريا إلى منطقة معينة إلا في ظل حالتها الصعبة وواقعها المعيشي المتردي كما هو حال مديرية الزهرة في محافظة الحديدة التي تمر بأسوأ أوقاتها خصوصا بعد أن شهدت المحافظة موسم أمطار شديد خلف أضرارا في البنية التحتية التي لم تكن هي الأخرى على أحسن حال هنا على مشارف المديرية يستقبلك هؤلاء الذين ألقت بهم السيول في العراء ينتظرون فقط تلقي المساعدات ومحاولة التكيف مع واقعهم الجديد تركوا كل شيء انفرارا من الموت لكن لا أحد كما يبدو معنيا بشأنهم في ظل غياب الجهات الرسمية باستثناء مبادرات بسيطة تحاول مد سبل الحياة إليهم لكنها أيضا قليلة ولا تفي بأقل المتطلبات تم النزول إلى مديرية الزهرة إلى المنطقة التي تعرضت إلى السيل وتضرر منها بعض القراء الآن نحن في منطقة اسمها العريضة تدمرت جميع البيوت بالنسبة للساكن 25 أسرة وتم توفير بعض الخيم أو مش حتى خيم يعني يمكنني نقول أنهم سراير وفراشات وبعض الخيم من نظمة اللاجئين أيضا في معانات كثيرة أن الأسر كثيرة وصلت إلى 27 أسرة وجات من أماكن تعرضت للتهدم كامل للبيوت في حالة مرضية أيضا في العشاش المشكلة اللي بيعانوا منها أنه عدم وجود المياه إلى الآن يعني ما في شوال مكان حصلنا فيه ممكن براد لشرب الماء لا ماء ولا مأوى وليس هناك أبسط شيء من مقومات العيش لثمت حياة يمكن أن تشعر بها في هذا المكان سواء أن أناسا يتنفسون ويتحركون حيث يقيمون داخل أكواخ القش وهم في الأساس خارج الحياة الطبيعية تماما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر